إلى هذا المكان تتجه أنظار العالم لمعرفة كيف سينتهي العام 2021 على أحد أكثر الملفات الدولية جدلية ملف إيران النووي فإيران ودول مجموعة أربع زائد واحد ستعقد جولة جديدة من المباحثات الرامية لاستعادة الاتفاق النووي الذي تم توقيعه العام 2015 قبل أن يتعثر بانسحاب إدارة الرئيس ترامب منه من طرف واحد بعدها بثلاثة أعوام وكالمعتاد استبقت إيران التفاوض بالإعلان عن تطورات نووية تصعب من عودة برنامجها النووي إلى ما قبل الاتفاق وتدعم موقفها التفاوضي المسؤول الإيراني حاول تهديئة المخاوض مؤكدا أن بلاده لن ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن 60% حتى لو فشلت مفاوضات فيينا في استئناف الاتفاق النووي محمد إسلامي كان يرد على ما يبدو على معلومات استخباراتية سربتها إسرائيل للولايات المتحدة بنية إيران رفع مستوى التخصيب إلى 90% وهو ما يسمح لها بتطوير سلاح النووي استباق التفاوض السياسي بإعلانات مثيرة للجدل بشأن البرنامج النووي يبدو سلوكا إيرانيا معتادا منذ تدشين مباحثات فيينا فقبيل الجولة السابعة بداية هذا الشهر ديسمبر بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% باستخدام أجهزة طرد مركزية متطورة في منشأة فوردو المحصنة وخلال الفترة من إيبرل ويونيوم من هذا العام عقدت ست جولات من المباحثات مع دول الكبرى واتخذت إيران سلسلة من الإجراءات من بينها رفع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى قرابة ثلاثة أطنان ومئتي كيلو جرام والإعلان عن إنتاج نحو مئتي جرام من معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بالإضافة للعرقيل التي وضعتها على عمل مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من موقع نووي مماطلة دفعت حتى إدارة بايدن المتحمسة للعودة للاتفاق النووي إلى التحذير من أن الهامش الزمني المتاح لإنقاذ الاتفاق بات يقتصر على بضعة أسابيع إذا ما واصلت إيران تطوير أنشطتها النووية بالوتيرة الحالية اشتركوا في القناة